ابتداء من العام المقبل ستلجأ وزارة التربية الوطنية إلى تنظيم الباكالوريا على دورتين مع إعادة النظر في بعض المواد المقررة وكذا مسألة النقطة الإقصائية واردة هذا من المستجدات التي تقدمها معالي وزير التربية يمتعها وزيرة التربية الوطنية نوريا رمعون بن غبريض ستعلن عن هذه الإجراءات الجديدة قريبا بعد أن تمت دراسة عدة خيارات لمراجعة تنظيم الامتحانات الرسمية خاصة الباكالوريا حيث سيتم تنظيم دورة ثانية للمترشحين الراصبين الذين حصلوا على معدل يساوي أو يزيد عن 9.25 على أن يمتحن المترشحون في المواد الأساسية فقط مسألة النقطة الإقصائية تعد من بين المحاور البالغة الأهمية في مراجعة نظام الامتحانات حيث تقرر التخلي عنها بعد أن تحولت إلى هاجس كبير الممتحنين وتؤثر سلبا على نتائجهم ومن بين التغييرات التي ستطبع باكالوريا 2015 اعتماد موضوع واحد في الامتحان لكل مادة وتخلي عن الأسئلة الاختيارية التي هي الأخرى تضع الممتحنة تحت ضغط رهيب ساعة الامتحان وبالمقابل فإن وزارة التربية الوطنية اعتمدت خلال سنة الجارية على مجموعة من شروط لدمكين تلاميذ الراسبين والمقدرة نسبتهم بأكثر من 50% للالتحاق بأقسام الدراسة ومن ضمن هذه الشروط الحضور الدائم للتلاميذ أثناء سنة الدراسية وتحصيل نتائج حسنة ومن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة العودة إلى الأقسام الخاصة خاصة بعد وصول الكوكبتين إلى الأقسام النهائية